السلام عليكم ازايكم اسمار جديدة واخبار مهمة جدا طالع منين طالعه من روسيا واوكرانيا الحقيقة ملف روسيا واوكرانيا ابتدت تشغل عنه شواء يعني ابتدت تركز على ملف جزة حرب اسرائيل وايران اللي كانت ممكن تندلع وتبقى حرب اكليمية ولو مفاجأة ان النهاردة ابتدت اكتشف ان كل الملفات دي مرتبطة مع بعض وكله بيسمى على كله والحقيقة ملف روسيا واوكرانيا اصبح فيه مفاجأات من العارف فقية يعني بص ملف ده بقى كل مفاجأات امريكا اقارت حزمة مساعدات جديدة تقدر بستين مليار دولار لاوكرانيا صح نهاردة فيه كاتب في صحيفة اسمها فورين بوليسي الراجل ده هو مراسل فورين بوليسي داخل البنتجن وداخل مجلس الامنة القامل الامريكي والراجل ده اسمه جايك ديتش جايك ديتش او جايك ديتش الراجل كشف مفاجأة من العرض الضقيل حضرها لك وجهة ناظرك تماما فيما يخص المساعدات دي مصبار كتير ومخبار مهمة جدا بس طبعا عشان اقولك عليها واكشف لك تفاصيلها نازم اقولك القصة بلاوس واتحدث زيلنسكي عن نفاذ صواريخ الدفاع الجوي لكييف اثناء دفاعها ضد هجوم كبير بالصواريخ فيما دعا وزيره الخارجية ديمتري كولي بايلة الحاجة ايضا الى سبع بطاريات باتريوت اضافة الى الاخر قبل اخشف الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل خليني اقولك ان احنا معنا راعي كوي جدا ومحترم بيك ده وهو تشينج مي حقيقة تشينج مي هو تجربة شخصية انا من سنة بالزبط رحت وعملت عملية زراعة شعر داخل مصر والحقيقة كانت كل ترشحات وقتها ان لا اطلع برا اعمل عملية برا انا اخترت ان اروح اعمل عملية زراعة الشعر داخل مصر لاني لقيت تكلفة تقريبا اقل من نص التكلفة اللي برا تاني حاجة المركز ده هو صديق مقرب ليه هو اللي قال لي عليه وقال لي كل الناس عملا تشكر في المركز تشينج مي وان الناس كلها اللي راحت عملية عمليات زراعة شعر هناك مبسوطين من نتائج جدا حقيقة انا النهاردة مش بعلن عن راعي انا جاي اقولك بالزبط اللي حصل معايا ان من سنة لحد دلوقتي عاوز اقولك ان النتائج مبهرة للغاية وما فيش اي اضرار او اي حاجة سلبية دي تجربة شخصية وفر فلوسك ووفر وقت وهتلاقي المركز قريب منك جدا لان هما اصلا موجودين في مصر مش بس كده مركز تشينج مي عاوز اقولك ان هو عنده افضل الدكاترة الموجودة وهو مركز متكامل لعملات تجميل كلها سنان بقى باطكس مش باطكس كل اللي انت عاوزه هتلاقيه هناك تشينج مي هو مكان الصح سيب الحلقة اللي بضعهم اسفل الفيديو لو حاند تابع معا نخش في الموضوع لطول نخش في الموضوع لطول ايه جديد اللي معنا النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لفترتك واول مرة هتسمعه في ما يخص حرب روسيا واوكرانيا انا النهاردة معايا اكتر من مقال ومعايا اكتر من خبر انا عاوز ابتدي من خبر مهم جدا منزله جاك ديتش او جاك ديتش في موقع فارن بالسي جاك ديتش هو الراجل ده كان كاتب المقالة بتاعته قبل ما يتم الموافقة على حزمة المساعدات اللي راحها لأوكرانيا والراجل كان بيتكلم ويقول لك خد بالك ان حزمة المساعدات دي مهم جدا وهي مسألة حياة او موت بالنسبة لأوكرانيا بس اهم عنصر في حزمة المساعدات دي هي المدفعية لان خد بالك دلوقتي قدرة اوكرانيا على ضرب مدفعية تقدر دلوقتي اتنين لعشر يعني اوكرانيا بتضرب في اليوم الفين قذيفة مقابل ان روسيا بتضرب من تمن تلاف قذيفة على عشر تلاف قذيفة فقالك التفاوت ده كبير جدا يؤدي لتقدم قوات روسيا لها على فكرة عملت تتقدم يوميا دلوقتي عملت توقع بلدات صغيرة فجاك ديتش بيقولك لو الكونغرس وافق على حزمة المساعدات دي لازم تعرف ان الزخيرة المدفعية اللي هتصل لأوكرانيا مش هتوصل قبل شهر يناير القوات ايه رأيك في الخبر الكمبيلة ده نشوف اوكرانيا في حاجة ناسة بالزخيرة المدفعية قالك ما تصاعدش غير يناير القوات طب ليه قالك خد بالك ان حزمة المساعدات اللي تقدر بستين مليار دولار دي فيهم قدرة على شراء فقط تمانية وعشرين مليار دولار هي دي اللي هتشتري بيها اسلحة الباقي راحين مرتبات وحاجات انسانية وحاجات زي كده راحين لأوكرانيا انما الحزمة نفسها جواها تمانية وعشرين مليار دولار لشراء اسلحة فالك تمانية وعشرين مليار دولار دول هيقسموا الحاجة ايه اولا فلوس هتروح لأوكرانيا عشان تشتري بيها اسلحة من الخارج تشتري بقى من دول اولوبية او مش دول اولوبية من جنوب اسيا امريكا الجنوبية اللي هي عوزان وفلوس تانية تروح لمصانع الامريكية عشان تنتج اسلحة متبعاتها الاوكرانية صح؟ الراجل بيقول لك اللي اتنين مش هيصلوا قبل يناير طب ليه؟ قالك خب بيقول لك اصلا المخازن الامريكية من الكذايفة المدفعية فاضية تاني ده مراسل فارن فولوسي في البنتجن هو وزارة الدفاع الامريكية وعفاكة الراجل ده انا كنت قرأت له اكتر من مقالة وقول لهم صح يعني الراجل ده بيقلش كتير يعني بقى لك مخازن امريكا من الكذايفة المدفعية فاضية ليه؟ قالك اصلا كان متبقي من اه حرب روسيا اوكراني دي بعضا من الكذايف موجودة في المخازن بتاعت امريكا جات حرب اسرائيل فضيتها حرب غزة دي قضت على البقية البقية في المخازن الامريكية من الزخيرة عفاكة انا مش بقول لحضرتك ان انت تخش المكازن ما تلاقيش فيها يعني كذايف المدفعية انا بقولش الكلام ده هو راجل بيقول ان الكذايفة المدفعية المعدة للتصدير مش موجود وجزء من المخزون الامريكي من الكذايفة المدفعية مش موجود بقى فضيت امريكا حتى اضطرت انها تضحي بجزء من اه الكذايفة المدفعية الخاصة بجيشها فضيت فعلك المساعدات دي الاول هتروح لمصانع الامريكية مصانع الامريكية اه تنتج اه كذايفة مدفعية تانية فحيبقى فيه اولويتين اولوية ان انت تعوض الجزء اللي انت ضحيت به عشان تنقذ إسرائيل وتبعت لها قذائف مدفعية من طراز 155 مليمتر وجزء الثاني هتبعته الأوكرانيا الموضوع ده كله هياخد من 8 لـ 12.10 ولا كدلك إن أصلاً أوكرانيا بقى لا 6 وشهر ما تتلقاش أي قذائف مدفعية كتير إذا سألت الأوكرانيين فإنهم يطالبون بالذخيرة حالاً قذائف المدفعية حالاً على الجانب الدنماركي فإننا قررنا التبرع بكامل ذخيرتنا للمدفعية وأنا آسفة لقول ذلك لأصدقائنا ولكن لا تزال هناك ذخيرة مخزونة في أوروبا هذا ليس فقط سؤالاً عن إنتاج الذخيرة لأن لدينا بالفعل أسلحة ولدينا ذخيرة ولدينا دفاعات جوية لا نستخدمها بأنفسنا في هذه اللحظة وعلينا إيصالها إلى أوكرانيا فعبال ما القذائف دي توصل لأوكرانيا ممكن تلاقي برضو العودة لنفس المستوى اللي هو 2000 قذيفة لعشر تلاف قذيفة لأنه خد بالك الموضوع مشوائف فقط على أوكرانيا وأمريكا خد بالك أن قدرة روسيا النيرانية تعظمت يعني روسيا دلوقتي بتادي تنتج كذائف مدفعية كتير جداً جداً فدي مفاجأة من العرض الثقية وبممناسبة عشان بستبعات الراجل بيشير أن البنتاجن أو وزارة الفعلة الأمريكية كان بتخزن كذائف مدفعية ومعدات عسكرية قبل أصلاً التصويت من قبل الكونجرس في أمريكا يعني كانوا بيخزنوا في أوروبا وما خزنوا الأوروبية بيحطوا كذائف مدفعية كتير بس تاني حرب إسرائيل وإسرائيل دي هي الحليف الأول بالنسبة للأمريكا اضطرت أنها تسحب من المخزن بتاعتها كذائف مدفعية كتير جداً ليه؟ يا جماعة تاني أنا هرجعكوا لكلامه زياد الدفاع الإسرائيلي إسرائيل بتحارب على سبع جبهات سبع إيه هما؟ جبهة الإيرانية المليشيات الشيعية في العراق وسوريا بتتكلم حزب الله في لبنان بتتكلم على حماس في غزة بتتكلم على الضفة الغربية الحوثيين زائد أن جبهة الأردن بيتم تهريب منها للضفة الغربية معدات إيرانية فإسرائيل عشان هي بتحارب مليشيات فحاجة للقزايا في مدفعية واللي فضت أوكرانيا واللي سببت الأزمة في أوكرانيا هي أولاً إسرائيل حرب غزة دي هي اللي قضت على الحلم أوكراني كله ده حاجة أولاً نحن حالياً في حرب متعددة الجبهات سواء في الدفاع أو الهجوم ونرى على ذلك أدلة كل يوم بما في ذلك خلال الأيام القليلة الماضية ونحن نعمل في كل مكان كل يوم من أجل منع أعدائنا من اكتساب القوة حاجة تانية مش إسرائيل فقط اللي تسببت الأضرار الأوكرانيا القرارات الخاطئة من زيلنسكي رئيس الأوكرانيا زيلنسكي طمع لما شاف أنه يقدر يوقف الروس قال لك أننا هقوم بهجوم مضاد أوكرانيا الهجوم مضاد الأوكرانيا ده هو اللي بهت الأوكرانيا ده لأسم أوكرانيا النص وجبه على الأرض ده أولاً وقبل القرار ده بتاع الهجوم مضاد الأوكرانيا الفاشل تمسك زيلنسكي بالدفاع عن بخم اللي كانت مفرامة لحمه اللي خسر فيها جنود كتير جداً القرارين دول هم الأسسيين وأنا بقول لك القرارين دول لإيه لأن ده اللي ركز عليه كاتب آخر اسمه ديفيد إجناسيس ديفيد إجناسيس بيكتب مقالة إسبوعية في واشنطن بوست وحب أن هو يركز على المساعدات الأمريكية لزهابة أوكرانيا وقال لك هي إزاي أوكرانيا تستخدم المساعدات اللي جاية لها أدام إحنا خلاص أقررنا إن القذايف المدفعية دي مش هتوصل لأوكرانيا قبل السنة الجاية وبالمناسبة جاك ديتش اتكلم وأكد لك إن حتى المساعي الأوروبية لشراء قذايف أو دعم أوكرانيا بالقذايف برضو مش هتصل قبل يناير ماشي؟ فحبت إن أوكرانيا مش هيكون عندها قذايف مدفعية كفاية هتفضل مستمرة لحد يناير القاتل إزاي بقى أوكرانيا تستخدم حزمة التسليح اللي جاية لها من أمريكا قال لك لكذا حاجة أول حاجة أمريكا لازم تبعطها لأوكرانيا أولا هي سواريخ باتريد أنزمة الدفاع جوي ده أول حاجة ما فيهاش كلام تاني حاجة بعديها على طول هي سواريخ هاي مارس سواريخ هاي مارس هي دي سواريخ دقيقة جدا وخاصفات دقيقة جدا سببت خسائب كتيرها في الجيش الروسي بس كانت مهمتها إنها تضرب مخازن السلاح وطرق الإمداد الروسية أما أهم سلاح بيشير لي ديفيد إجناسيس وهو سواريخ أتاك أم أس 300 قال لك دي سواريخ متوسط المدى ودي مهمة جدا في حرب أوكرانيا ليه؟ قال لك عشان تضرب المخازن الكلفية أو الحاجات اللي أوكرانيا بتعرفش تطلهم سواريخ أتاك أم أس تعرف تضربوا طوري طرق الإمداد الخالطية للجيش الروسي طب وإيه المشكلة؟ قال لك لما الروس يفقدوا عدد كبير من المخازن بتاعتهم وطرق إمداد يتم قصفها بشدة لازم تعرف إن طموح روسيا في التواغل داخل أوكرانيا حقا لي وده اللي عاوزها أمريكا إن طموح روسيا يبقى دلوقتي عاوز يسقط على الأقاريم الأربعة ما يبقاش عاوز يسقط مدن كبيرة أبعد من هو عاوز يسقطها ناس فهم حاجة ضرب مراكز صنع القرار وضرب الطرق اللوجستية إن انت تسبب خسائر مؤلمة جدا جدا بالنسبة للجيش الروسي ده الهدف من المعونات دي والهدف الأسمى إن هو عاوز فقط إن هو يخلي أوكرانيا تعرف إنها تدافع عن نفسها وصدق الهجوم الروسي اللي بيتم الإعداد ليه وبشدة عفكرة دلوقتي طلع فيديوهات كتير قوي إن روسيا ابتدت تحشد كوات ضخمة ضخمة بنتكلم على كوات ضخمة جدا عفكرة المقالة بتاع ديفيد إجناسيس هو استضاف واحد قال له لا 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 مفيش الكلام ده روسيا لو كانت عاوز تختارك أوكرانيا قد تختاركتها الكام شهر اللي فاته ده هم يعني مستنين لما بانتجن أو مجلس النواب الأمريكي يكر حزمة مساعدات عشان يختاركوا أوكرانيا ولا يهجبوا على أوكرانيا مفيش الكلام الفارك ده كله حياء ده كلام أي كلام خذ بالك النهاردة قريت مقالة في جريت التيلجر في البريطانيا منتج كوميديا قال لك بصوا بقى المساعدات اللي جاية لأوكرانيا من أمريكا وبريطانيا هتخلي أوكرانيا يتفكر في الهجوم مضاد كمان وده اللي حذر منه ديفيد إجناسيس ديفيد إجناسيس قال أنا بحذر بشدة ان زيلنسكي يرتكب نفس الحمقات السابقة ان هو يقوم بهجوم مضاد حتى لو صغير عارف عدريك في بعض الاماكن كده ممكن وحدات فيها تشعر بالفخر ودولك احنا قدرنا نحن نمنع الروس نقوم بهجوم مضاد نستعيد بيه الأراضي قال لك هي دي هتبقى مجزرة أوكرانيا أي هجوم مضاد آخر هيسبب مجزرة أوكرانيا فديك كواعد الأساسية هيبتدوا بسواريخ المفروض دفاعية إنما ذات أغراض هجومية لضرب خطوط الإمداد الروسية ده الأساسي وعلى فكرة عشان كده بريطانيا النهاردة بتعلن عن أكبر حزمة مساعدات لأوكرانيا السنة دي خب بالك النهاردة ريشي سوناك قال لك الإنتاج البريطاني من الأسلحة هيعود لمرحلة الحرب نرجع بقى لمرحلة الحرب تانية حاجة احنا هندي سوريخ ستورم شادو ستورم شادو دي اللي مبهدلة لأسطول الروسي في الضحر السود وستورم شادو دي اللي بيتم قصف بيها المخازن الروسية بتاعت السلاح فقال لك هيعزز المخازونات دي كلها وحدي منظومة دفاع جوي جديدة في أوكرانيا وقال لك بالمناسبة يعني لو بريطانيا النهاردة بتساعد أوكرانيا بخمسمائة مليون آآ استرليني لازم تعرف انه هيبلغ كم المساعدات البريطانية لأوكرانيا السنة دي هيقدر بتلاتة مليار وسبعمائة مليون دولار السنة دي فقط فقط وده رقم كبير على بريطانيا والاقتصاد البريطاني يصل حجم المساعدات التي قدمتها بريطانيا إلى أوكرانيا عسكريا خلال هذا العام إلى ثلاثة مليارات جنيه استرليني وهي حزمة كبيرة بالطبع لا تقارن بالحزمة الأمريكية ولكنها تعتبر الدولة الأولى بعد الولايات المتحدة في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا بس ترجع لمرجوعنا هي دي القاعدة الأساسية اللي الغرب بيحس بها أوكرانيا إنها ما تعملهاش لو طلقت مخزونات أو دعم عسكري بنتجن قال نهو حيرسل مليار دولار مساعدات وبقول لحضرتك مليار دولار دي هي الأسلحة اللي أنا قلتها حضرتك باتريك وهي مارس وأتاك أم أس ما جابوش سيلي تطيرات F-16 لحد الوقت ما جابوش سيلي تطيرات F-16 ليه؟ الهدف هو إيقاف الزحف الروسي مش الهدف إن أوكرانيا تستعيد قدرتها القتالية خالص هم عاوزين يوقفوا الزحف الروسي حاجة تانية وحاجة مهمة جدا وهي الصين خب بالك أمريكا وبريطانيا لما يقوموا كده فجأة الصين ببقى فيه مشكلة النهاردة نزل مقالة تقولك على فكرة أمريكا هتمنع الجاز عن الصين شوفت دي إيه التفكير؟ قالك أصل الصين في حاجة ماسة لوردات الجاز عشان الاقتصادها قالك هتمنعوا الجاز عن الصين وبيفكروا في كده وعلى فكرة المفروض أنتني بلينكن هيروح الصيني واجهلهم التحزيرات دي كلها لو ما بطلتوش دعم الآلة العسكرية الروسية احنا هنضرب الاقتصاد الصيني في مقتلو هنفرض عقوبات وديك شايف أول عقوبة تم فرضها أن أي سفينة تحمل النفط الإيراني تروح أي ميناء الميناء اللي بتستقبل النفط الإيراني دي يهتم فرض عليها عقوبات يعني ما فرضش عقوبات على المركب اللي شايلة للنفط الإيراني لأ قالك المركب لما توصل الميناء هي اللي تحمل العقوبات على الميناء طب ليه؟ لأن أكتر دولة بتستقبل النفط الإيراني هي مواني الصينية طبش معنى امريكا فائت كده عالصين لان الصين ابتدت تربط الافعال الامريكية بدعمها الروسيا يعني ايه خد بالك ان امريكا دلوقتي ابتدت تشتغل للصين في اللازرق اول حاجة بيكتك تاني حاجة ابتدوا يدعموا الفلبين الفلبين في بينها وبين الصين خلاف حدود يجامد جدا فضاع للصين الجنوب الصين بتقول دي منطقة تابع ايه الفلبين بتقولك لا المنطقة دي تابع انا امريكا وفلبين حيجروا مناورة عسكرية ضخمة جدا حيتم مشاهدة فيها اسلحة لأول مرة تعرض في اسيا الجنوبية يبدأ ما يقرب من 17 الف جندي فلبيني وامريكي مناورات تدريبية قتالية مشتركة مدتها ثلاثة اسابيع اليوم تتضمن تدريبات بحرية وستنضم فرنسا واستراليا التي عززت علاقتهم الدفاعية مع الفلبين لتدريبات البحرية التي ستجرى لأول مرة قارج المياه الاقليمية الفلبينية فالصين بتاعت نشوف الالعاب الامريكية دي يجب الرد عليها في روسيا فابتدوا ان هم يوسعوا من التجارة بتاعتهم مع الروس وابتدوا ان هم يمدوا مصانع الاسلحة الروسية بكل المواد اللي هي مش عارفة روسيا تحصل عليها نتيجة العقوبات هيبة الدولاري وما كانته على المحاك على الاقل في منظور تعاملات التجارية الخارجية الروسية فبعد عقود هيمنت فيها الورقة الخضراء على تسويات واردات موسكو ها هي العملة الامريكية تجد نفسها في موقف لم تعتد عليه تزامنا مع صعود نجم نظراتها الصينية اليوان التي لجأت اليها موسكو وسيلة تلتف بها على العقوبات الغربية المفروضة عليها عقب اطلاقها ما سمته العملية الخاصة في اوكرانيا فدلوقتي ظاهر ان الصين امريكا بتجد تشوفها ان هي تبقى لاعب اساسي في حرب روسيا واوكرانيا ودورها حيبتدي يشتد واحدة واحدة طول ما امريكا عمات تدخل في بحر السين الجنوب ده اولا تاني حاجة اخد بالك ان النهاردة الاوكرانيين كاتبين في حرب عالمية ثالثة ممكن تندلع في اي وقت يعني اخد بالك الاوكرانيين بيوش يتكلمون ان هم بيدفع عن نفسهم لا اوكرانيا دلوقتي بيتقدم نفسها مش ضحية اوكرانيا بتقدم نفسها انها حامية العالم من حرب عالمية ثالثة مع الناتو انا استبعت حاجة زي كده شوفت دي يعني انا قريت كزا مقالة ان روسيا مش بتسعى الحرب مع الناتو ولا حاجة مش دفاعا عن روس بس الروس الحرب دي بهدلتهم هما كمان الحرب دي تلات سنين يا جماعة تلات سنين جيش بيحارب فمعتقدش ان روسيا بعد ما تحصل على اوكرانيا وده انا كنت كبت حارك مقالة زي كده قبل كده ان روسيا هتبقى تسعى لحرب مع الناتو خلص بس الناتو هو دلوقتي اللي عمال يشعل حرب بالوكالة يعني دلوقتي اوكرانيا دي بتاخد كل ما طابه ولز من الاسلحة برغم ان اوكرانيا دي دولة فاسدة الا ان الناتو بيغضق عليها بالسلاح عشان ما تقعش شايفانها هي الحصن الاساسي اللي بيحمي الناتو من حرب مع روسيا طيب في روسيا في بعض الاخبار ايه اهم الاخبار اهم الاخبار ان هما قبض على تايمور مين تايمور ده ده نائب وزير الدفاع الروسي يعني سيرجي شويجو وزير الدفاع ده النائب بتاعه اسمه تايمور تايمور ده يا باشا طلع ليلى طلع العربان كبير او ليه يا باشا قالك الراجل ده عنده قضية فساد كبرى لما تبص على احلات العربية مش تلاقي ايه هي قضية الفساد بي بي سي هي اللي كشفت قضية الفساد بي بي سي بتقولك ايه بتقولك تايمور ده كان الجيش الروسي لما دخل مدينة ماريوبول مدينة ماريوبول هي مدينة ساحلية فايمور كان بيؤمر وحدات الجيش ان هما يدمروا بعض المباني فقص يقوله انسي في المبنى ده يقوله يا باشا ما فيوش حد يقوله انسي في المبنى لعب على كبير ده نائب وزير الدفاع كان هو وزير الدفاع من الزب فالجيش ينسي في المبنى ده فادلوقتي بعد ما ماريوبول اصبحت في عهدت الجيش الروسي ابتدى ان يبقى فيه عطاءات من شركات روسية عاوزين يخشوا ينشئوا بعض المباني هناك في مدينة ماريوبول طب مين اللي بيوصل في الامر هو تايمور تايمور اللي يطلع يقولك ايه يقولك اه الشركة دي تشتغل هنا ومشتغلش هنا اتضح ان الراجل بينصف بعض المباني مخصوص عشان يبقى فيه شركات تابعه تخش تبني المباني دي ثاني وتعيد بناءها من الاول وعلى فكرة الموضوع ده قضيت فاساد كبرى والراجل ممكن يتطص 15 سنة 15 سنة شفت ده ايه ده امر امر التاني الروس ابتدوا يتكلموا عالثوق بالاسود ايه الثوق بالاسود او الحفرة السودان الثوق بالاسود ده حاجة موجودة في الفضاء حاجة كده العالم ما اكتشفش ايه جواها لحد دلوقتي بس بيقولوا ان الثوق بالاسود ده بيؤدي لكون تاني حاجة تانية بعيدة عن الكون بتاعنا ده روسيا النهار ده بتقولك كل الاسلحة بتاعت الناتو اللي حتصل لأوكرانيا حتروح للثوق بالاسود والجريبة ان الجيش الروسي ابتدى ان هو النهار ده يستعرض المدرعات اللي حصل عليها من جبهات القتال مدرعات أمريكية وألمانية وبريطانية يبتدى يمشي بيهم في وسط الشوارع الروسية ويمشي بيهم على تريلات في وسط الشوارع كده لإظهار إن الجيش الروسي يبتدى يحط ييده على الأسلحة الغربية الملخص بتاع الفيديو اللي أنا عاوز أقوله حزمة الأسلحة دي راحة لأوكرانيا مجرد إنه أوكرانيا تقدر تدفع نفسها ضد روسيا وصاد هجوم الربيع وإن الروس يتهزموا في الهجوم ده اللي هو المفروض حيبقى واحد يونيو أو أواخر مايو أواخر الشهر القادم يعني لو الروس يتهزموا في الموضوع ده يبقوا قابلين للتفاول لأن ربنا لوحده اللي يعلم لو الروس انتصروا في هجوم الربيع ده إيه اللي ممكن الروس يصبوا إليه أو يبصوا عليه ده أولا وإيه اللي ممكن يحصل لو الروس تتهزموا في هجوم الربيع ده هل حينوا هجوم تاني كريف ده هيبقى غريب جدا لان تاني امريكا مش هتقدر تبعط مساعدات بالضخامة دي تاني مرة شكرا شوف الدنيا مش ازاي يا رب يكونش راح تحضيرك المدعب بشكل مبسط ويا رب بنسل مصر ويا رب بنسل العرب ويا رب بنسل فلسطين يا رب تحيا مصر سلام موسيقى موسيقى يا محروصة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين